فالآن بقي هذا الشيء زر Add Now. الآن يجب أن نضيفه ولنقم بذلك. ففي الأعلى هنا لاحظوا لدينا زر Recipe Summit و Recipe Add و Edit. والفكرة هنا أن عندما تقوم أنت باستخدام هذه الRecipe Component يمكن أن تكون لإضافة Recipe أو Edit Recipe. فإذا كانت لإضافة Recipe فنحن نريد إضافة Add Recipe. غير ذلك نريد إضافة Edit. فبهذه الحالة سأضيف أنا هنا للRecipe Form سأضيف جديدة سأسميها Edit Form. وبشكل افتراضي سأجعلها False. وهنا في النهاية الشيء الذي سأقوم به سأكتب التالي أن إذا كانت Edit Form فأنا أريد عرض نص Edit. أن Edit Form فذلك أريد أن أعرض Recipe Submit Add وأحذف هذا. فإذا الآن لاحظوا ما الذي سيحدث فإذا نلاحظه سيظهر لإضافة Recipe لكن في حالة أن مثلا ذهبت لوصفاتي وكتبت تعديل هذه الوصفة فسيظهر هنا لدي زر إضافة وصفة أيضا. نعم لأنني لم أقم بتمرير Edit Recipe فكيف ذلك أو أقول أن هذا Edit Form فسأذهب لصفحة Beiges Edit ID وهنا سأمرر هنا Edit Form سأمررها True للForm Recipe. فإذا الآن ستجدون أن هنا سيظهر لي Edit لم يظهر لي شيء أجمل وأجمل فإذا هنا لاحظوا ظهر لي تعديل لكن مجرد أن نذهب Add فسيظهر لي هنا إضافة. جيد جدا. فإذا الآن بقي أن نقوم بتأبيع يعني بStyle لهذا الشيء فبكل بساطة كما قل سنذهب لRecipe Form فسأقوم بإغلاق هذه الصفحة. Recipe Form Component بداية لدينا هنا في الأعلى لدينا Recipe Container Form Container ودينا Form. إذن سنبدأ من هذه النقطة بالتعديل أخلق هذا الملف إذن هنا فإذن لدينا Form Container. بهذا Form Container سنجعل الماكت ويت كالعادة أول شيء تقوم بإعطاها للكنتينر أنك توصيه ويت معين وتوسطه وتوصيه Margin Top Bottom وتوسطه على الجوانب من خلال Auto. فإذن ستلاحظون بالخلفية أن تم توصيطه رائع جدا. سأعطي هذا الفورم بوكس جادو وأخبرتكم عن هذه الخاصية عليكم أن تقرأوا عنها وتقومون باستغناءها بشكل صحيح. سنعطي لون Primary Color. الآن سترونه. وسنعطيها Border Radius 10 بيكسل وبعضنا البادنج لهذا الكنتينر. فإذن لنرى هذا الكنتينر ما الشيء الذي جرى به فإذن أصبح بهذا الشكل أجمل وأجمل. إذا قمنا مثلا بعرض بهذا الشكل لاحظوا 70% بيكسل لشاشات الهواتف لا ينفع يجب أن أعطيه شيء آخر. فبالتالي يجب أن أضيف هنا Media Query. Media Query. فهذا Screen and Ant. وهنا Max Width مثلا 700 بيكسل. وفورم كونتينر ستكون Max Width 90% مثلا. لأنه ليس أيضا جميل أن يلصق على الجوانب يعني في حالة أنه كان يعني على الشاشات الصغيرة ليس جميل أن يلصق بكل مكان. لاحظوا للتولى سقطت المكان. لماذا هذا الشيء؟ نعم. فإذن دعونا نعطيه شيء آخر أو مثلا هكذا أفضل أن أعمل هنا بهذا الشكل أفضل لي. فإذن هنا مثلا لو أعطيته مثلا خمسين بيكسل هل سيعمل نعم خمسين بيكسل؟ فإذن تسعين بيكسل سفر بيكسل أعطيته جميل جدا. فتسعين تسعين جيد أعتقد تسعين جيد نعم هكذا جيد. فإذن أو ربما تقول ربما تقول مثلا ثمانية وخمسين كيف صيد هذا؟ نعم أيضا جيد لا بأس به. فالآن جيد أعتقد شكله جيد. الآن بالنسبة لموضوع الفورم جروب فإذن كل عبارة كل واحدة من هذا هي عبارة عن فورم جروب فنريد أن نعطيها مارجن توب مثلا اثنين ريم وأيضا نريد أن نعطيها مارجن مثلا بوتوم وان ريم فإذن حتى تعطي مساحة بينها مسافة مسافة اتفقنا أن نسميها مسافة بالنسبة للهيلبر تيكس لا يجب أن يكون كبير الحجم يعني فيجب أن نقوم بتصغير الفون سايز وأيضا لا يجب أن يكون عريض يعني واضح يجب أن يكون ثاهي أكثر لأن هذا مجرد مساعدة للشخص وليس وضوعنا الأساسي والآن هنا فإذن الآن لاحظوا بالنسبة للهيلبر تيكس طبعا الهيلبر تيكس هكذا فإذن لاحظوا كيف سيظهر صغير جدا ربما تفكر فربما أكتب ثمانية هكذا جيد وربما أعطيه مارجن توب مثلا نصف ريم ونفس القصة بالنسبة للمارجن بوتوم واضح فإذن هكذا جيد جدا بالنسبة للفورم انبوت الذي هو هذا فإذن لاحظوا كيف سنغيره بداية سنقوم بمسح الأوتلاين الخاص به سنمسح البوردر الخاص به سنضيف بعضنا البادينج أو دعونا نرى كيف يبدو ذلك فإذن لاحظوا كيف يبدو الآن فإذن لا يبدو نهائي اختفى نهائي فسنعطيه background هي بالأصل background white لكن يمكن أن نبدأ بborder bottom اثنان بكسل solid ويكون اللون لبرايماري color فإذن الآن لاحظوا ظهر بهذا الشكل ونجعل الكتابة فيه يعني هكذا عندما أكتب أنا يكون الفونت وايت والت وأثنان أريد الفونت فاميلي تكون بار شنغة فونت ويمكن أيضا أن نغير الكالر أن يكون بار برايماري كالر إذن لاحظوا بهذا الشكل وأيضا يمكن أن أجعل الفونت سايز يساوي مثلا كيف سيبدو الآن كبير نوعا ما فإذن نكتب هكذا أصغر يصبح أصغر جيد فإذن هذا الفورم input بحالة قمت بفوكس عليه يعني هكذا هذا اسمه فوكس فأنا أريد أن البوردر بوتوم يبقى كما هو لكن أريد تغيير لونه مثلا أن يصبح secondary وبالتالي عندما أبدأ أنا بالكتابة سيصبح هذا لونه secondary جيد جدا قبل الانتقال للحقول الأخرى أعتقد يجب أن نضيف للليبل الليبل أين هو الليبل فإذن هنا قبل الفورم input دعونا نضيف للليبل وسنضيف هنا display block نريد أن نجعله على سطر منفصل وأيضا نريد أن نضيف بعضنا البادينغ أدنى عفوا بعدنا المارجن فإذا نلاحظوا بهذا الشكل أصبح شكل أفضل بكثير فإنتهينا الآن من هذا الانبوت الآن سنذهب للtext area حتى نقوم بstyle لهذه التكست area فبالtext area ما الشيء الذي سنقوم بتغييره؟ بداية هذه التكست area كما تلاحظون صغيرة ويمكن أن نقوم بتكبير التكست area من خلال الكولوم والروز على تاق التكست area نفسه لكن نحن لا نريد أن نقوم بذلك نريد أن نقوم بذلك من خلال css فبالتالي هنا text area بداية سنمسح كل شيء سنمسح كل شيء عنها سنضيف border خاص بنا لها يكون لونه gray لاحظوا كيف أظهر أجمل الآن إذا كنتم تتابعون سنضيف بعض من البوكس shadow بنفس اللون البوردر وأيضا سنعطيها width 80% من الكنتينر أنا عندما أقول 80% من الكنتينر يعني كان الكنتينر 100 بيكسل أم كان مليون بيكسل ستأخذ 80% من الكنتينر هذا يجعله responsive نوعا ما لاحظوا؟ responsive ويمكن أن نعطيها height ثابت أنا أريد أن نعطيها height ثابت 150 بيكسل لاحظوا؟ فإذا نلاحظوا كيف ظهر بهذا الشكل جميل جدا الآن بالنسبة للكتابة فيها فأنا أريد أن أجعل font family عبارة عن var shangafont الذي أضفته أو ربما أنت تريد إضافة font آخر لا مشكلة والfont size مثلا one room ونريد إضافة badding لاحظوا الكلام متصل بالجوانب فإذا نباد ممتاز الآن بالنسبة عندما أقوم ب focus هكذا فمن الشيء الذي أريد أن أقوم به form text area focus فأنا أريد أن يكون لدينا var primary color إضافة border يعني فأنا عندما أبدأ الكتابة ستصبح هذه خضراء بهذا الشكل الذي هو primary color ممتاز الآن ماذا عن هذا ال number ال input عندما يكون number فأيضا سنقوم بتحسينه فعندما يكون ال form input type له يساوي number فنحن نريد فعليا أن نمسح ال appearance الخاص به ونريد أيضا بخصوص Firefox بلاحقة Firefox بالنسبة ماذا يسمون هذا بcss vendor prefix أو ماذا لاحظوا مساحة هذا بfirefox من خلال هذا موز هي التي لاحقت بادئة بادئة Firefox أو vendor prefix فإذا سأضيف لها width الwidth هذا سيكون خمسين بيكسل هنا أنا أحدد هذا الwidth سأضيف بعض البادئة مثلا عشرة بيكسل سأضيف border one بيكسل solid مثلا هكذا تظهر وسنوسطها text align center وأيضا سنضيف لها border radius ما رأيكم بهذا الموضوع إذن عشرة بيكسل حتى تبدو بشكل أب هكذا هنا يمكنه إضافة الشيء الذي يريده آآ ماذا لو قام بالتحديد كذا focus على هذا فسأجلبها مجددا نضعها هنا إذا تم ال focus عليها فالموضوع بسيط طبعا إذا قم ب focus هكذا أعتقد جيد لا يوجد outline لكن يمكن أن أقوم بمسحة وأضيف border color يكون primary color يعني عندما يقوم ب المستخدم بالبدأ بالكتابة يصبح هذه لونها أخضر جيد ونضيف بعضنا box shadow لماذا لا؟ جميل جدا أن نضيف بعضنا box shadow box shadow يعطي يعطي يعني يعطي فكرة أنك أنت يعني يعطي بعض إضافة للصفحة يعني على محور Z يعني طيب بخصوص هذا الموضوع انتعينا منه الآن لموضوع select هذا select كيف أقوم ب styling لها فإذا لنقوم ب styling موضوع سهل جدا نكتب form نتقلب هكذا نكتب form select وهذا نريد أن نعطيها width 40% من الصفحة في هذا الشكل لاحظوا كيف ستأخذ نريد أن نعطيها بعضنا لاحظوا كيف التغييرات فإذا فونت سايز سنغير الخط لثمانية ريم وسنضيف بعضنا border pixel solid نفس فكرة السابقة السابقة number يعني input number جميل سنعطيها background أبيض رائع سنضيف لها box shadow عجبتني هذا الخاصية استخدمها كثيرا ف 10 pixel هكذا لاحظوا أعطيتها بعض إضافة لاتجاه الصبحة و وال font فاميلي أريد استخدام shangha font رائع صحيح لكن نسيت border radius 10 ممتاز في هذا الشكل الآن بالنسبة لل focus نفس الشيء الذي طبقته هنا على هذا نفس الشيء سأطبقه على select وبالتالي سأضيفه هنا select هكذا فإذن الآن عندما أقوم ب focus لاحظوا نفس فكرة السابق بقي لدينا الزر النهائي هو هذا الزر فلي نقوم ب styling له فإذن button هذا الزر سنعطيه display block حتى نعطيه width يجب أن تكون display block حتى تستخدم خاصية width إذن لنرى فإذن لاحظوا الآن لم يمتد على كل الصفحة لماذا إذن الآن سنرى لماذا إذن background ستكون secondary color ربما ليس هناك button هنا لنرى ربما أنا الـ style لم أضعه بشكل صحيح إذن بالنهاية لاحظوا لم أضع الـ style هنا بشكل صحيح إذن هنا style button هكذا إذن الآن ستضع رأيتم التغييرات أريد أن أحدث outline none border none ممتاز نضيف بعض من البادينج فوق تحت ومثلا هكذا على الجوانب ممتاز border radius لم لا border radius 10 pixel لاحظوا الإنحناءات الآن والإنحناء بالـ border والآن font size وأيضا سنضيف weight وأيضا سنضيف font family bar ممتاز ممتاز رائع جدا أيضا سنضيف button hover هنا hover hover اسمه أنا كنت دائما أقول hover شيء مضحك هي hover اسمها فإذن pointer وهنا opacity كذا ولاحظوا الآن هكذا لكن نريد التغيير أن يكون بشكل بطيء نوعا ما فإذا نستخدم transition و all one second is end فإذا الآن تمام ممتاز فإذا نلاحظوا هذا هو الفورم الخاص بنا يمكن أن تغيره أنت يمكن أن لاحظوا مع الهيلبرتكس الموجود هنا ممتاز حقيقة شيء رائع الهيلبرتكس أشعر أنه يجب أن يكون آآ أفتح من هذا فع لنذهب للهيلبرتكس لنرى فإذا أين هو الهيلبرتكس ها هو فإذا أوباسيتي سنجعلها خمسة نعم هكذا أفضل الهيلبرتكس فإذا ممتاز فإذا ممتاز ممتاز جدا جدا إذا كتبت هنا هكذا طبعا إذا كتبت لغة العربية هكذا ممتاز فإذا الآن سنذهب للموضوع الآخر وهو صفحة ذهبنا إلى وصفاتي وثم لاحظوا سيظهر نفس الفورم لأننا قمنا بتعديله ليس بالشكل الجيد نوعا ما لأننا يجب أن نحيطه ب دعونا نذهب إلي مباشرة فإذا دعونا نغير ذلك هنا من سنقوم بجلب باللي اوت وهنا لي اوت سأحذف هذا الهيدر سنضيف لي اوت وسنضيف لي اوت وانتهينا فنا لاحظوا ها هي صفحة اليدت وتعديل الوصفة ممتاز شيء رائع جدا هذا لم يتم إضافتها بعد لنقوم بإضافتها فسنذهب إلى هنا سنجلب هذه المسج سأحذف هذا كل شيء لا أحتاجه سأحذفه وهنا بالتايتل سنكتب تايتل بهذا الشكل سنفتح هكذا وسنكتب التي سيكون اسمها التعديل كذا ثم سنضع نقطتين ثم سنكتب هنا فإذاً الآن لنرى النتيجة الجميلة النتيجة الجميلة تعديل الوصفة كذا وكذا وكذا فإذاً ممتاز شيء رائع جدا آآ فإذاً الآن لنرى جزء بموقعنا هكذا فإذاً الثمن اللي لاحظه لم يجلب الصورة وبالتالي ظهر لنا لا أعرف لماذا لم يجلبها ربما هناك مشكلة بالانترنت آآ نعم هذه الصورة جلبها ها هي إذا ذهبت إلى دجاج بالكاري فالآن ممكن أن أرى دجاج بالكاري المقادير القطوات الملاحظات ممتاز آآ ذهبت إلى ضافة وصفة جديدة يمكن أن أضيف وصفة جديدة هنا بهذا الفورم الجميل إذا أرد أن آآ أعرض وصفاتي يمكنني أن أعرض وصفاتي بهذا الشكل أعدل الوصفة التي أريد ممتاز جميل جداً وإذا أردت أن أعرف وصفة يمكن أن نقرأ على حذب وصفة يمكنني عرض لوحة التحكم إذا سجلت الخروج تأذهب بعيداً إذا سجلت الدخول سيظهر لي الفورم إذا قم بإنشاء حساب سيظهر لي الفورم فإذا ممتاز آآ برأيكم ما هو الجزء الذي تبقى بمشروعنا؟ طبعاً أجزاء كثيرة تبقى لم ننتهي بعض لكن برأيكم ما هو النقطة التالية؟ ما هي المرحب؟ ماذا بعض؟ ماذا بعض؟ فهذا هو السؤال الذي سنسأله ماذا بعض؟ فعلياً الماذا بعض؟ سيكون هو التالي هو نحن دائماً نقوم بإدخال هنا شيء وإدخال شيء هنا وننتظر النتيجة من الباك أند في القسم القادم من الفيديوهات لا يجب أن نرسل للباك أند إذا نحن بالكلاينت تأكدنا أن الشخص الزائر أدخل معلومات خاطئة أو معلومات غير صالحة فإذا كانت غير صالحة نحن نعرف أنها غير صالحة لماذا نذهب ونرسل للباك أند؟ فهذا الموضوع سنقوم بحل هذه المشكلة بإضافة بالكلاينت بالفرونت أند فعندما يدخل الشخص شيء خطأ سنخبره مباشرة بالكلاين أنت أدخلت بشكل خطأ وهذا اسمه هذا الشيء الذي سنتعامل معه في القسم القادم شكرا لمتابعتكم وقبل قبل النهاية تذكرت شيء أريد أن أقوله لك لا تذهب ولا تذهب بعيداً إذا ذهبتم إلى قناتي وإلى تاب الكوميونيتي فاذهبوا لآخر منشور فهذا المنشور سيبقى مثبت لنهاية هذا المساء إذا كان أديك أي سؤال فاكتبوا هنا في هذه التعليقات ودائماً تابعوا التحديثات التي أضيفها هنا ولخاصة بالمسار فيمكنكم متابعة التحديثات من خلال التاريخ ومن خلال رقم التحديث تعرفون ما هي الآخر الأخبار عن المسار بالإضافة لصفحة المسار على الموقع الموجود رابطها في صندوق الوسط بخصوص هذا المنشور سأترك رابطه أيضاً في الوصف واذهبوا واسألوا أسئلتكم في ذلك المنشور طبعاً خاصة أنتم أنت وصلت إلى هذه النقطة أنت تسمعني الآن هذا يعني أنك متابع للمسار بشكل جدي فأستقبل كل أسئلتك وتعليقاتك هنا في هذا القسم فشكراً لكم المتابعة ونلتقي لاحقاً مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر